ألوان الربيع بدأت تظهر في هولندا فبعد أشهر الشتاء القاتمة وبعد تخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب فيروس كورونا المسجد فتحت حديقة كيوكين هوف للزهور بوابها لعدد محدود من الزائرين بموجب مخطط تجريبي معتمد من قبل الحكومة الملايين من زهور التوليب والنرجس وعدد لا يحصى من الزهور الأخرى استمتع بمشاهدتها ألف الأشخاص ممن أظهر نتائج سلبية لفيروس كورونا يأتي ذلك ضمن خطط الحكومة بإعادة فتح الأماكن العامة كالمتاحف وحدائق الحيوان وأماكن أخرى في ظل شروط سارمة حيث يستوجب على الزائر الحصول على اختبار سلبي لفيروس كورونا في غضون أربعين ساعة من زيارته هذه هدية إنه شعور رائع اليوم إنه تقص جميل على أي حال لكن السير عبر زهور التوليب أمر رائع الحديقة التي تقارب مساحتها خمسين ملعبا تستقبل فقط عشر بالمئة من طاقتها الاستيعابية مقارنة بسنوات ما قبل الجائحة وهو ضمن خطط الحكومة التي تهدف إلى تقييم الاختبار ما إذا كان سيساعد البلاد في تخفيف قيود كورونا لا سيما في ظل ارتفاع مستويات اللقاحات والتقص الدافئ للأسف عادة يكون لدينا حوالي خمسة وعشرين ألف زائر يوميا في مثل هذه الفترة قبل كورونا وفي أيام عطلة نهاية الأسبوع يصل عدد الزوار إلى أربعين ألفا لكن اليوم لدينا ألفين وخمسمائة زائر فقط وهو أقل من عشر بالمئة من الجيد أنه يمكننا فتح الحديقة ولكن هذا ليس كما من المفترض أن يكون تأتي الاختبارات على خلفية ارتفاع معدلات العدوى التي بدأت تتراجع في الأسبوع الماضي بعد أشهر من الإغلاق